من خصال رسولنا حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ومن خصاله إغاثة الملهوف شخص ملهوف ملهوف لمرضه مريض ملهوف يبحث عن طبيب يمينا وشمالا فتغيث هذا الملهوف وتقف بجواره شخص ملهوف يريد سؤالا يريد حاجة متلهف عليها تقوم وتساعده أحيانا الطبيب يكون نائما في بيته ويأتيه الآت الملهوف مريض يتألم يتأوى فلا يبالي نتدرب على أن كل يومه تمرنا على أن كل يوم حالات تأتيه لكن طبيب آخر دي أمين يفزع لفزع الناس يفزع لفزع الناس ويؤثر راحتهم على راحته إذا جاءه المريض يئن بزل من وقته وجهده لخدمة هذا المريض لخدمة هذا المريض ويعلم أن الله تبارك وتعالى لن يضيعه وقد قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وعلم حديث الرسول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه في أغاثة الملهوف مطلب إغاثة الملهوف ترجمة نانسي قنقر